اشتركوا في القناة وابو فهيا بنا بدون مقدمات كما قلنا سابقا اليوم سوف نتعلم درس استعمالات اذير في الماضي وفي الحاضر في الماضي البعيد وفي الماضي القريب وفي الحاضر اي ابي ابو اي نستعمل اي دائما للتعبير على وجود شيء او شخص في مكان معين في الزمن الحاضر نستعمله دائما في التعبير عن شيء عن وجود شيء في مكان معين او شخص في الزمن الحاضر نرى الجملة الاولى كمثال اي أن ماركدور اكي اي ان ماركدور اكي اي ان ماركدور اكي اي ان ماركدور اكي يوجد قلم تميز هنا hay un marcador aquí نمر للجملة الثانية hay cuatro marcadores sobre la mesa 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 توجد أربعة أقلام على الطاولة hay cuatro marcadores sobre la mesa والجملة الثالية hay un poco de yogur hay un poco de yogur hay un poco de yogur نواصل مع الجملة الرابعة hay cuatro naranjas en la sista hay cuatro naranjas en la sista hay cuatro naranjas en la sista توجد أربع برتقالات في السلة hay cuatro naranjas en la sista hay cuatro naranjas en la sista والآن مع أبيا أبيا نستعمل أبيا للتعبير على وجود شيء مستمر أو حدث مستمر أو أشخاص في مكان معين في الزمن الماضي القريب يعني هناك تسلسل واستمرار للأحداث في فترة معين من الزمن في الماضي هناك تسلسل مثلا إذا كنا في المساء ونتحدث في فترة الصباح عن أحداث الصباح مثلا فنستعمل أبيا لأن هناك تسلسل في الأحداث أو استمرارية في وقوع الأحداث وهذا ما نعني بمستمر وجود شيء مستمر مثلا أو حدث معين أو أشخاص في مكان معين في الزمن الماضي القريب ولنرى أمتلا عن أبيا باستعمال أبيا وأنا نبدأ مع الجملة الأولى كان هناك أو كان ازدحام كتير في السير هذا الصباح كان ازدحام كان هناك أو كان ازدحام كتير في السير هذا الصباح أبيا موشو ترافكو استمانيانا أبيا موشو ترافكو أبيا موشو كتير ترافكو الترافكو حركة السير السير استمانيانا هذا الصباح أبيا موشو ترافكو استمانيانا في pretty much some people at the middle of the evening había mucha gente en el centro el domingo por la tarde había mucha gente que tiraron milannah en el centro el domingo por la tarde وَلِدَلْكَانَ كَتِرُونَ مِنَ النَّاسِ فِي وَسَتِ الْمَدِينَةِ الْأَحَدِ بَعْدَ الدُّهْرِ Había mucha gente en el centro el domingo por la tarde Había mucha gente en el centro el domingo por la tarde Había poca gente en el centro porque era martes Había poca gente en el centro porque era martes Había poca gente en el centro porque era martes Había poca gente en el centro porque era martes había poca gente en el centro porque era martes en mi escuela había una biblioteca muy grande en mi escuela había una biblioteca muy grande en mi escuela había una escuela una una biblioteca muy grande en mi escuela había una biblioteca muy grande muy grande muy grande una biblioteca en mi escuela había una biblioteca muy grande no había nada de frutas ayer en el mercado no había nada de frutas ayer en el mercado لم يكن هناك لم يكن يوجد شيء من الفواكه أمس في السوق لم يكن يوجد هناك شيء من الفواكه أمس في السوق no había nada no había nada no había nada no había nada لم يكن هناك لم يوجد هناك no había nada de frutas من الفواكه frutas las frutas las frutas ayer al ams en el mercado no había nada de frutas ayer en el mercado no había nada en el mercado 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 أو شخص في الماضي وسنرى الفرق في جمل مقارف جمل مختلفة بين أي وأبي نقول مثلا أي موشو ترافكو استمانيانا أي موشو ترافكو استمانيانا يوجد ازدحام كثير في السير هذا الصباح أي موشو ترافكو استمانيانا أي موشو ترافكو استمانيانا وأبي نقول أبي موشو ترافكوي اية أو اي.er ابي موشو ترافكو اي.er أو أنوش. او نقول أي.er أمس أو أنوش. أ backend أبي موشو ترافكو اي.er أبي موشو ترافكو كان يوجد ازدحام كثير في حركة السير أمس أو في الأمس كان هناك يوجد ازدحام كثير في السير أبيا موتشو ترافكو أيير إذن نرى الفرق بين أي في الحاضر إستمانيانا نستعمل أي و أيير نستعمل أبيا للدلال على الماضي solo hay 4 naranjas solo hay 4 naranjas solo hay 4 naranjas لا يوجد سوى 4 بورتقالات نو أبيا نرانجا 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 لم يكن هناك لم يكن لم يكن يوجد هناك بورتقال في السوق نو أبيا نرانجا نرانجا دائما الفعل أبير نعني به وجد يجد بدون استعمال أدوات الإشارة لأن أدوات الإشارة باللغة الإسبانية كذلك تختلف وهناك هذا هذه ذلك ولمشاهدة الفيديو وفيديو أدوات الإشارة يوجد على القناة كذلك أدعوكم لمشاهدته كذلك نو أبيا ناذا نو أبيا نرانخاس إن المركاظ إذن لم يكن هناك أو لم يكن يوجد هناك برتقال في السوق أبيا في الماضي وأي في الحاضر وجملة أخرى لدينا جملة أخرى أي muchas تيندس إن استكايي أي muchas تيندس إن استكايي توجد متاجر كثيرة في هذا الشارع أي muchas تيندس متاجر كثيرة لا تيندس متجر متاجر كثيرة إن استكايي لكي الشارع إن است هادي أو هادي است يعني الشارع باللغة الإسبانية مؤنت إن استكايي توجد متاجر كثيرة في هذا الشارع نقول أي muchas تيندس إن استكايي أي muchas تيندس إن استكايي وفي الماضي لم تكن هناك توجد هناك متاجر من قبل لم تكن توجد هناك متاجر من قبل لم تكن توجد هناك متاجر وأبو أبو نستعمله للتعبير على وجود شيء أو شخص في مكان معين وفي لحظة معينة في لحظة معينة في الزمن الماضي يعني هنا نستعمل أبو للدلالة للتعبير عن شيء وقع مرة واحدة فقط وفي لحظة معينة ولن يتكرر وقوعه ولنرى امتلاء لاستفادة أكثر للفرخ للاستفادة كيفية استعمال أبو وكما قلت سابقا أبو نستعمله فقط للدلال على شيء في الماضي وقع مرة واحدة مرة واحدة في الماضي هنا لدينا مثال كانت هناك حادثة سير في هذا الصباح إذن كما نلاحظ أبو un accident استعمال إذن لا نقول أبي أو أي un accident لأن حادثة سير تقع مرة واحدة في وقت معين في لحظة معينة تقع حادثة سير ولا تقع مرات عديدة متواصلة إذن نستعمل أبو للدلال على un accident لنقول حادثة سير وقعت مرة واحدة فقط أبو un accident لأن حوادث سير تقع مرات 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 عديدة ولكن في مرة تقع وهناك فرق من الزمن بين حادثة سير وأخر إذن نستعمل أبو أبو un accident esta mañana أبو un accident esta mañana esta mañana había mucho tráfico esta mañana había mucho tráfico había mucho tráfico porque hubo un accident هنا نلاحظ هنا نلاحظ بشكل جيد الفرق بين أبية وأبو في هذا الصباح أو في الصباح كان يوجد ازدحام في السير لأنه كانت هناك حادثة سير إذن نقول استمانيانا في هذا الصباح أو في الصباح أبية mucho tráfico أبية mucho tráfico في الصباح في الفترة الصباحية هناك ازدحام في السير يعني هناك استمرارية في حافي ازدحام في السير هناك ازدحام ثلاثة مدة معينة من الزمن يعني هناك استمرارية أبية mucho tráfico لماذا ؟ لأن هناك قد وقعت هناك حادثة سير وقد وقعت حادثة سير لفترة معينة لمرة واحدة فقط هنا يتضح الفرق بين أبو وأبية لأن أبو أبية لا نقول لأن أبية حالة هناك استمرارية أبية حالة يعني هناك تلات الفترة الصباحية تتتقع حوات السير ولكن حديث السير تقع في فترة معينة فقط هذا مانيان أبية موش ترافق لأن حدثة حالة مثال آخر حالة حالة موش فورة أيير أو بيان أيير أوبو هناك عواصف تقع ولكن تقع مرة واحدة بعد مدة من الزمن وليست هناك استمرارية في العواصف إذن والآن لنرى الفرق في جمل بين فهيا بنا ولكن قبل ذلك أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب للفيديو وكذلك التعليق على الفيديو أو اختراح مواضع أو صعوبات وجهها فنموجود لمساعدتكم بالرحب والسعى ومرحبا بكم فهيا بنا لنواصل الفيديو لدينا جملة في الأمس كانت هناك حادثة سير بسبب المطر كانت هناك وقعت حادثة سير بسبب المطر أنوتي أو أير أير أنوتي 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 ماذا سنضع في المكان المناسب أي أبيا أوبو أي أبيا أوبو وماذا نقول ماذا سنقول أنوتي 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 أوبو أكسيدنتي أكاوسا دي لا يوبيا أنوتي أوبو أكسيدنتي أكاوسا دي لا يوبيا لأن أكسيدنتي كما رأينا سابقا فقط تقع لمرة واحدة وليست هناك استمرارية وكذلك لدينا أنوتي الأمس إذن لن نستعمل أي للدلال على الحاضر ولنواصل مع جملة أخرى لدينا جملة أخرى تقول موتشاس كوساس إنوفرتا استميس موتشاس كوساس إنوفرتا استميس توجد أشياء كثيرة مخفضة التمن هذا الشهر هذا الشهر توجد أشياء كثيرة مخفضة التمن ذات تخفيضات في التمن موتشاس كوساس إنوفرتا استميس ماذا سنضع أي أبيا أوبو والجواب أي موتشاس كوساس إنوفرتا استميس في الزمن الحاضر ونواصل مع جملة أخرى موتشو ترافكو استمانيانا موتشو ترافكو استمانيانا هناك استمرارية في الأحداث في خلال هذا الصباح هناك ازدحام كثير في هذا الصباح ماذا سنقول أي في الحاضر أبيا في الماضي البعيد ذات استمرارية للأحداث أوبو في الماضي البعيد أو في الماضي ولكن وقع لحظة معينة فقط أو في ذات في لحظة معينة أو في فترة زمنية محددة ونقول الجواب نقول أبيا موتشو ترافكو استمانيانا يعني خلال الفترة الصباحية هناك ازدحام كثير للسيارات لحركة السير أبيا موتشو ترافكو استمانيانا أبيا موتشو ترافكو استمانيانا نواصل مع الجملة الأخيرة أنوتي في الأمس أمس أيير أنا بيليا إن البار أنا بيليا بيليا مشاجرة بين الأشخاص مشاجرة إن البار البار في إسبانيا يقال للمقه أو للمقه كافيترية نقول كافيترية أو البار بوي البار نذهب إلى المقهى بوي البار البار أو لكافيترية 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 إذن ماذا سنضع في المكان المناسب في الجواب المناسب آي أبيا أوبو علينا أولا قراءة الجملة تماعون الجملة لدينا هنا أنوتشي أمس في الأمس يعني سوف يتعلق الأمر بالماضي ولكن لدينا كذلك أنابلية مشاجرة في المقهى ولكن دائما لا تقع هناك مشاجرات في المقهى دائما بين أيام تقع المشاجرات في الصباح والمساء وغدا يعني ليست هناك استمرار في وقوع المشاجرات بين اليوم وغد معي في هذا الدرس وادعوكم لتعليق على الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس وكذلك اقتراح مواضيع تهمكم وتعليق صعوباتكم التي تواجهونها وكذلك أنا موجود لمساعدتكم على الرحب والسعاء فإلى اللقاء إلى فيديو مقبل إن شاء الله أبو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة